بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم كاملة بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم وصفة تاع اليوم برجر يعني يجيو خير من اللي يتبعو في المحلات نروحوا مباشرة لطريقة تحضير اذا عندي هنا حليب يكون دافي باش ننم به اللي عجينا تاعنا عندي ايضا زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز اربع مغارف زيت مغارف كبيرة تعلها مارغارين تكون دايبة حبة تاع بيض وزوج مغارف كبار تاع السكر نبدأ اذا في الفارينة انا درت اربع كيسين كبار تاع فارينة راح نغرب طبعا الفارينة تاعي اول شي انا انتي لاحبتي يعني ديري كيمية صغيرة ديري نص الكيمية اللي هي زوج كيسين تاع فارينة طفت عليه زوج مغارف كبار تاع السكر زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز انا نضيف الملح طبعا بعد ما خلط يعني المواد الجافة نبدأ دركا نضيف في المواد سائلة اللي هي زيت اتقلنا اربع مغارف كبار انا عندي حبة بيض يعني باش نشبح بها الوجه تاع اليوم برقر تاعنا السفر نحتفظ به اللي بلون هدك يعني باش ما نرميش نديرو في داخل اللي بلون هدك نبدأ اذا نشمخ في العجينة تاعي وكادرت الماء كي ما كتشوفي نلم العجينة تاعنا اذا هنا يضفت هذك المغرف الكبيرة تاع المارغارين كنت دوبتها طبعا هذي يعني المغرف تاع المارغارين هو اللي يعطيه الخفة لليوم برقر تاعنا ولما عندك شبيانسو على مارغارين تقدري تستاني على هذ المرحلة هايلك العجينة تاعنا ما تكون يعني مرخوفة بزر ما تكون ثاني قصحة نخلي اذا العجينة تاعي نغطيها بلو بابي سيلوفان هاكا نخليها واحد النص ساعة يعني يتضاعف الحجم تاعها فالا يعني بعد يعني ما خمرت العجينة تاعنا دول كان بدنا نشكلها نشكل ليوم برقر تاعنا انا درت يعني ليوم برقر تاعي درتهم كبار يعني تقدري انت يديريهم صغر كما يتباعوا اللي يتباعوا ان عرفوهم يديروهم صغر ماش كبار انا يعني درتهم حجم عائلي يعني باش منزيدش يكون هادا غداهم وخلاص منزيدش حاجة واحد اخرى هايلك انا كيفاش درتهم كبار يعني في هاد بهاد الكمية تقدري تديري عشرة حبات يعني واكثر انا خرجولي ندرت سبعة يعني بعد يعني ما خليتهم يختمروا شوية ندير صفار تاع البيض من الفوق درته وغل شوية تاع الحليب نطلق اذا اليوم برقر تاعنا بهاد الصفار بعد يعني ما يكونوا خمروا كما قلت لكن انت يعني لا حبيتي ديرهم صغر ديرهم كما حبيتي انا المهم هادو الكبر خرجوا لي سبعة كما ركي تشوفي يعني درتهم حجم عائلي طبعا بعد ما انطلي هادك الصفار تحبي انت يا تشبحيهم بالسانوج انا درت هنا يا جلي جلان نعرفوا يعني اليوم برقر يديري لهم جلي جلان انت يعني ودق تاعك دركا بعد ما احطيتهم يطيبوا نروحوا لل لاذيونداشي تاعنا طبعا اللي راح نحشي بها اليوم برقر تاعنا بينسور عندي لاذيونداشي هنايا انا رحيت عليها سنينات تتوم واحدة ربع سنينات تتاعتهم ونصح بتاع بصل ولكن يعني مش متوفر عندك لاذيونداشي تقدر يديرهم غير بليفريت والبيض وكامل وماشي اوبليجي يعني تديري لاذيونداشي تشقي روحك كامل ولا انا هنا يقدرت اضفت له شوية تاع فلفل كحل كما كتشوفي وشوية تاع الملح بينسور ورح نقطع علي لمعدنوس كامل و هنا هدا عندي لبلون هدك تاع البيض كنت نحيتو يعني كيف تديرت السافر زائت واحد السافر فوق اللي طليت به ليونبرجر لذا لبلون هدك ما راحش نرميه ترتوف فيا فيونداشي هم لك إذن ليونبرجر بعد ما طابوا يجيوا يعني روعة بينسر دركا نروح نطيب لا فيونداشي تانا من الأحسن يعني ديرهم هكا في كيس بلاستيكي ولا دركا نطيب فيهم بانسر قطعت ثاني الطوماتيش هكا كي مارك تشوفي دي غندل كي طاب كامل لحم هادك درتها تتقلة شوية بانسر باش تاخد ليبرك اللوغو تاع الافيونداشي وهنا دا لا عندك ليزر با دو بروفنس يعني من الأحسن ديري لهم هكا شوية من فوق للحم هادك والطوماتيش انا درت له زعي ترابرك وطبعا كل كل واحدة تعلها بانداشي ديري لها فوق الجبن هادك تعل مربعات انا درت هذا النوع تعلق غير انتي يعني ديري وش متوفر عندك في البيت ومن جيه اخرى لاني نقلي في البيض هادك باش نحشي ثاني بيه لليومبرغر بانسر هناك كي نقطعهم كي تقطعهم اللي حبيت يتحمريهم شوية في الكوشة يعني يزايدوا يتحمروا هاكا من داخل الى ما حبيتش خليهم هاكاك انا مولفة يعني نحمرهم شوية شوفي يعني كيفاش جانة طريين الله يبارك يعني جاو روعة دور كان بدان نحشي في ليومبرغر تعنا طبعا ندير طبقة لولا لمايوناز ومبعد درت البيض هادك شوية تعليف خيط يعني الحشو يبقى اختياري ديري وش حبيتي داخل طبعا هذك اللي قالت هذوك تعلق يونداشي وطوماتيش ووصلاتا انتي لا حبيت تديري يعني لاصوس ميزون ديريها كده داخل سي انا درت لمايوناز والهريسة برك وانا راح ندير واحدة اخرى تشوفيها هذي درتها بالهريسة يعني كما قلتلك مشي وبليجي يعني يكون عندك لابيونداشي تقدر تديري ديس يسكالوب ولاton كي مادرت لي فخيت والحبات تاع البيض برك يعني مشي امبليجي يكون عندك لابيونداشي باش ديري اليومبرغر والاحتيت اذن لابيونداشي تعنا وطوماتيش بانسور شوية تعلى مايونيز وهاي ليك اليومبرغر تعنا واش دير هوم ليك اذن يعني صدقيني جيوا رائعين اكثر من اللي يتبعوا برا انا رايح انقطع لك واحدة بينسور باش شوفيها داخل هاي ليك كانت هذه اذن الوصفة تاع اليوم نتمنى تكون عجبتكم كل عجبتكم بينسور ديروا جميل الفيديو واشتركوا في القناة الى ما راكم مش مشتركين وننقلكم الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله